لا تجهز قطع اللحم هذه للطهي بل يستعد هؤلاء الأصدقاء لالتهامها وهي على هذا الحال مع مرق الفلفل الحار المرافق لها عادة قرط هو اسم هذه الوجبة المعتمدة على اللحوم النيئة الأكثر شعبية هنا في إثيوبيا والحاضرة في الكثير من المناسبات الاجتماعية يعود أكل اللحم النيئ كعادة اجتماعية إلى قديم الزمان عندما كان سكان الغابات هنا يصطادون الحيوانات كانوا يأكلون لحومها النيئة وهي حاليا عادة شائعة خاصة في الاحتفالات الاجتماعية والأعياد هناك أنواع من اللحوم النيئة يوجد اللحم الأبيض الذي يحتوي على الشحوم وهناك الأحمر وفضل اللحم الأحمر حيث أنني أخشى أن ترفع اللحوم من نسبة الكوليستيرول من مقاطع مختلفة وباحترافية كبيرة ينتقي أرستو الجزار قطع اللحم ويجهزها للزبائن إقبال كبير يحاصر الرجل يتطلب منه السرعة والمهارة فكثير من الأطباق هنا تعتمد على اللحوم سواء النيئة منها أو المجهزة بالبهارات الأثيوبية الخاصة مجتمعنا يحب اللحم النيئة ويأكلها من حين لآخر يطلبها مرتين أسبوعيا في العادة وفي المناسبات لكن اللحم النيئة لا يؤكل بشكل يومي اللحم في أثيوبيا مميزة وعضوية فالمشي هنا تعتمد على الحشيش في غذائها هذه الأطباق تشتذب الكثير من السياح سواء كانت الوجبة معدة من اللحوم كما هو الحال هنا أو من الخضار فإن هذا الخبز المعروف بالأنجيرة هو القاسم المشترك بين معظم الأطباق الأثيوبية فهنا تقدم أطباق أخرى من المائدة الأثيوبية أشهر هذه الأطباق الشيرو وهو خليط من البازلاء المطحونة والبهرات بالإضافة إلى الجمن الذي يعتمد في تجهيزه على السبانخ المسلوقة وكذلك الدروات وغيرها من الأطباق طعامنا يختلف عن باقي العالم فطريقة الطبخ واستخدامنا للبهرات تعتمد على تقاليدنا لا أحد يجهز الإنجيرة ووجبة الشيرو غير الإثيوبيين لدينا الكثير من الخيارات سواء الخضروات والمنوع المطبوخ بالبهرات أو اللحوم ويجتذب الطعام الإثيوبي وهو مطبخ ذو طابع خاص العديد من السياح الساعين لتجربة ثقافات مختلفة فيرق لبعضهم ويبقى غريب المذاقي على البعض الآخر لكنه للإثيوبيين يظل تراثا عريقا هشمناع الحرة أديس أبابا